حياكم الله مشاهدين الكرام وطابط أوقاتكم من قرية عين شبلي في الأغوار الوسطى نفتح نافذة جديدة على نفوك أو كارثة نفوك لقطاع الماشية في البلدة حيث مات ما يزيد عن مئة راس أو رأس من الأغنام للوقوف على تفاصيل ما جرى خلال هذه الأيام السابقة من تضرر للكطاع يتحدث إلينا رئيس البلدية يعطيك العافية بداية تعرفنا عن نفسك عبدالله بحطب رئيس مجلس قرية عين شبلي بداية موضوع نفوك قطاع الماشية ضعنا في تفاصيل ما جرى أولا هي قرية عين شبلي تعتمد على الزراعة وخاصة الثروة الحيوانية منها وكانت هناك أمراض القلعية مما أصابت جميع الأغنام في قرية عين شبلي وكانت أقصير واضح من دائرة البيترة في محافظة نابلس وهناك نفوق عشرات الرؤوس من الأغنام أنا أمتلك حوالي ثلاثين رأس من الأغنام توجهت إلى دائرة البيترة في محافظة نابلس وقاموا بفحص عشرة رؤوس فقط من الأغنام وقال أحد الأشخاص بأنه لا يوجد أي مرض فيها وبعد ذلك قمت بالاتصال مع الدكتور حمدي عبد الباصيط بني عودة وهو من طمون وقام بفحص الأغنام ووجد بأنها مصابة بمرض القلعية وفي ذلك الوقت قام بالاتصال مع الدكتور البيترة وهو أسامة مسعيد حيث كان يطعم الأغنام في منطقة النصارية وأبلغوا بأن هذه الأغنام مصابة وبعد ذلك قامت البيترة بأخذ عينات من عشرة رؤوس وأفاجأ بعد شهر عند صدور التقرير بأن الأغنام غير مصابة وتبين بأن الفحصات التي قامت بها بيطرة نابلس لم تقاموا بوضعها في بيطرة نابلس وأتلفوها ووضعوها في سلة المهملات وبناء على ذلك قاموا بإعطاء تقرير بأنه لا يوجد إصابات في الأغنام وأنا أقبل شهادة الدكتور أسامة مسعيد من بيطرة نابلس عندما تصل عليه الدكتور حمدي بنعودي بأن الأغنام مصابة طيب احكي لنا عن تفاصيل التطعيم قضية التطعيم يعني تقولون بأن التطعيم هو طعم فاسد كيف جرت عملية التطعيم وما هي الأضرار أو النتائج التي حصلت بعدها التطعيم هناك أغنام تم تطعيمها من قبل البيطرة وأغنام لم تطعم فالمرض أصاب الأغنام التي طعمت والأغنام التي لم تطعم وسألنا أحد الأطباء البيطرين وقال احتمال أن يكون هناك الأدوية فاسدة وكما تحدثنا بأنها راحة عشرات رؤوس من الأغنام قد نفذت منها طيب احكي لنا عن موضوع البلدي كبلدي أو كقرية هون عندكم يعني اعتمادها الواسع على المواشئ وعلى الثورة الحيوانية والثورة الزراعية أيضا احكي لنا شوي عن طبيعة البلدي كما تعلم بأن قرية عينشبل هي أصخر قرية وأكثر منطقة فيها هناك انظارات هدم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وكان آخرها هدم منزلين على الشارع الرئيسي بحجة أنها منطقة عسكرية حيث أنها تعتمد على الثروة الحيوانية في الدرجة الأولى لا يوجد أي شيء للإنسان سواء الثروة الحيوانية مما هذا المرض زاد المأساة والضرر على المزارعين في قرية عينشبليك طيب اليوم إيش هي مطالبكم أو شو أنتوا بتطالبوا من أجل تثبيت المزارع الفلسطيني على هذه الأرض أولا نحن نريد من الحكومة الفلسطينية أن تقوم بواجباتها في قرية عينشبلي وهناك مستوطن إسرائيلي قد استولى على مئات الدلمات الزراعية في منطقة الحمراء وأنتم تعلمون وقامت الحكومة الإسرائيلية بتوفير كل ما يلزم لهذا المستوطن فمن الأولى ومن الأجدر أن تقوم الحكومة الفلسطينية بدعم المواطنين في منطقة الأغوار لتثبيتهم وصمودهم على أرضهم وطرابهم شكرا إلك رئيس مجلس كروي عين شبلي نتحدث مع أحد المتدررين أيضا المواطن إحسين بداية لو تحكي لنا عن اللي صار عندكم في المنطقة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام والحمد لله بداية على نزول هذا الغيث ونشكركم على هذه التغطية على عجالة ما حدث في هذه المنطقة كباك المناطق ونفوق عدد كبير من الأغنام وهذا بسبب أنه يوجد هناك ربما نقول أنه تباطئ من وزارة الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني على هذه الثروة التي لا يملك المواطنين غيرها فكثير من الأمراض التي وقعت في هذه المنطقة لم يتم متابعتها من قبل بيطرية نابلس لا نعرف أنها كانت هي الأمور تكون ضمن المستطاع أو أنه خارج عن النطاق ربما أنه كما يقول المزارئين أن هناك أغنام تم تطعيمها ولكن مع الأسف التي طعمت هي نفقة قبلها التي لم تطعم فهذا نضع عنوان بين قوسين هل هي الأدوية فاسدة أم هل الطعم أجا متأخر في هذا الوضع فنقول لأصحاب الأغنام يعني الله بعوض عليكم والمشكلة أنه من كان ينتظر هذا الموسم بفارق الصبر أنه أن يجني ثمار تعبه أنه ينفق فكثير من عائلات ما نفق أكثر من ما اتراس عنده وهذه كارثة بيئية وكارثة حيوانية وكارثة اقتصادية لهذه المنطقة التي تتعرض كباك المناطق للهجومات والاحتلال من التفريغ والتهجير والهدم إذا أردنا أن نقول على هذا الموضوع على ملأ ربما أن يكون هناك تعويض أو مساعدات من الوزارات كوزارة الزراعة إلى هؤلاء المزارعين ولكن أقول أنها ربما أن تكون مجدية وغير مجدية والأولى أن نقتص وأن نجتث هذا المرض هذه كارثة حيوانية في المنطقة بشكل عام فيمكن أن يكون هناك أن يكون مختبرات وأن يكون هناك متابعة حثيثة ولا أخفي عليكم وعلى الملأ نقول أنها أصبحت هذه الكارثة لها من شهر ومسؤولية البيطرة على هذه لحد الآن لم يأتي دكتور بيطرة ويسأل المواطن ما الذي حدث عندك وكيف نحل مشكلتك ما هي وسبب الإصابة ما عمل المختبر عندهم هل الأدوية كانت في مكانها أو لا؟ فهذه نحمل المسؤولية لم ينقل للزراعة أو للمواطن أو للسلطة ولكن على وزارة الزراعة تتحمل المسؤولية هل تابعتم مع الصحة في قضية نفوك الأغنام؟ هل زارتكم وزارة الصحة وتنظر إلى ما حصل في هذا القطاع؟ هو اتصال المزارعين مع مدنية الزراعة أو مع قسم البيطرة الصحة كل الاحترام لها الصحة لها شؤون ثانية إنسانية وكارثة الكورونا طبعا هذه الكارثة هي عظمى وكارثة كبرى ربما الصحة تكون مشغلة في الإنسان هو بجلس تكون أضر وأنفع للمجتمع من الحيوان ولكن الحيوان برضو قيمة القيمة الاقتصادية من وراء البيطرة أعلمت بما حدث ولحد الآن على المزارعين يقولون أنهم لم يأتوا ولم يتابعوا ما حدث معهم في هذه الكارثة شكرا إليك على هذه التفاصيل إذن مشاهدين الكرام نفوق لأكثر من مئة رأس من الغنم والماشية هنا في القرية حتى هذه اللحظة كما تحدث المزارعون لم تنظر وزارة الصحة على مشكلة المزارعين في هذه القرية هناك استهداف واضح أيضا من قبل قوات الاحتلال من تهجير وهدم للمنازل بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النافذة من الأغوار الوسطى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر